الكل ينادي بالحرية الحرية من الاحتلال والظلم والقمع كتير بنادوا حرية الاختيار ولكن هذه الحرية أخذوها إلى التطرف الآخر حرية الدين طبعا كتير ناس بتنادي أنه لازم يكون في حرية في الدين الإنسان يختار من يعبد سواء يترك دينه أو يقبل دين آخر لازم يكون الحرية القمع والتشديد في الدين يقود الناس ممكن يكون متدين خارجيا ولكن من جوه بعيد كل البعد ويوم من الأيام سوف يواجه الديان ثم الحرية عن الرأي تعبير الرأي وحريات كثيرة جدا نسمعها في الغرب وفي الشرق وكل واحد بنادي بنوع من الحرية فالحرية هي ليس أن أفعل ما أشاء بل أن أفعل ما يريد الله منه فإذن هو الثبات في كلام المسيح هو الحرية الحقيقية عندما نعرف الحق فالحق هو أقوى من كل شيء فالحق يحرر كان جواب اليهود ليسوع المسيح نحن أبناء إبراهيم طبعا وابخهم يحنى المعمدان من قبل أنه الله قادر أنه يقيم من الحجارة أبناء لإبراهيم هذه ليست المشكلة والرب يسوع وابخهم أنه لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أو تعملون أعمال إبراهيم لأن إبراهيم آمن يعني رأى يومي فتهلل ثم قال يسوع هذه العبارة قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن يعني له وجود أزلي فإذن هذه الحرية التي أتكلم عنها هو اختبار حقيقي يقول الكتاب إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح لأن ناموس روح المسيح روح الحياة في المسيح قد أعتقني قد حررني من ناموس الخطية تعرفوا رسالة روميا الإصحاح السادس وياريت تقرأها في البيت بيتكلم عن الحرية الحقيقية من خلال الطاعة فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت النموس بل تحت النعمة فالنموس أحبائي كامل والوصية مهمة جدا ولكن ناموس الحرية في المسيح قد أعتقني من ناموس الخطية فإذن أصبح أنا الحرية في المسيح والمسيح هو الوحيد الذي تمم النموس بالكامل لأنه النموس أو الشريعة ندرك أننا خطاة لأنه النموس الشريعة تظهر خطيتنا وتفضحها ولكن بنفس الوقت النموس لا يخلص فالخلاص هو بالنعمة من خلال يسوع المسيح فالنموس يقودنا إلى يسوع المسيح لأن النموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح قد صار فإذن أحباء نموس المسيح أو شريعة المسيح يقود إلى الحرية والحرية الحقيقية هي من خلال الطاعة قال الرب يسوع المسيح في مجمع الناصرة روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلب ولاحظ الكلمات ولأرسل المنصحقين في الحرية والمأسورين إلى الإطلاق وأكرز بسنة الرب المقبولة فإذن رسالة المسيح هي رسالة الحرية أن نخرج من سجن الظلام نخرج من سجن الخطيئة اللي استعبدنا كل هذه السنين إلى نموس الحرية الحرية في يسوع المسيح وجزء من خدمة يسوع هو أكرز بسنة الرب المقبولة هي سنة اليوبيل في سنة اليوبيل فيها تحرير العبيد فيها تحرير الأرض فيها تحرير كل شيء أحبائي ولكن رسالة المسيح مش حرية كل خمسين سنة رسالة المسيح رسالة الحرية هي عندما تتوجه ربا ومخلصا على كيانك وعلى حياتك اشتركوا في القناة